انطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس على جائزة محمد برشيد بن قماعي رحمه الله من أهل الرياض وحد رواد الذين يدخلوا الرياض مع الملك عبدالله الثلاثة الشوط لجياد وفراس الانتاج سعود عمر الأربع سنوات فاكثر التي لم تكسب ويقام على مسافة الألف وثممائة متر قيمة في الجائزة اربعان وخمسون الف ريال وبمشاركة مناقب صليل شقر وبركود ورد بلادي وبنت الشطير ومندلي وبلادي وولد شبلة والجهوري والأفلج وبرق الشفا وسهيلان وفجر الرياض والجبز والآن الصدارة من الخارج لصليل الوصافة لبلادي الآن الصدارة لبلادي في المركز الأول صليل في المركز الثاني ومتابعة أيضا من بقية الجياد في هذا الشوط والتنافس الآن ثنائمة بين الجوادين بلادي وأيضا صليل من الخارج في المركز الثاني وأيضا الجياد تأتي في مجموعة ثانية وتتبدل المراكز فيما بينها مع اقترابها من المنعطف الأخير والصدارة الآن للجواد بلادي يشاهد أيضا المرشح الجهوري بدأ يتقدم بالفعل في هذه الأثناء مع متابعة الجواد والفرس شقر وبركود من الخارج وهي أيضا من الأسماء المرشحة وأيضا ولد شبلة في المنتصف ومناقب أيضا والمنعطف الأخير ولد شبلة في المركز الأول صليل للمركز الثاني الجهوري المركز الثالث شقر وبركود الرابع والانطلاق القوية لمن في هذه الأثناء للجهوري المرشح ما شاء الله لقوة إلا بالله في هذه الأثناء وأيضا ورد بلادي يتقدم من الخارج والجهوري متصدد في المركز الأول الجهوري في المركز الأول ورد بلادي في المركز الثاني من ناقب الثالث شقر وبركود الرابع والجهوري إلى خط نهاية معلنا فوزا في المركز الأول في الشوط الخامس الفبروك إذن الجواد المرشح